ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المادة الرابعة من ميثاق العمل الوطني كفلت للمواطن حرية الرأي والتعبير بفضل ما يحمله عاهل البلاد المفدة من تقدير لمكانة حرية الصحافة والإعلام فارتفع على إثر هذا التقدير السامي حجم إصدارات العديد من الصحف والمطبوعات المتنوعة وبرزت أقلام وطنية متميزة وتغير وجه وأهداف الصحافة والإعلام في مملكة البحرين وأخذ النقد البناء والمسؤول حيزا كبيرا في الصحف ومختلف وسائل الإعلام المكتسبات الإعلامية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدة عقب إقرار ميثاق العمل الوطني تجاوزت تطلعات الإعلاميين وكتاب الرأي والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة إلا أن أهم المكتسبات الإعلامية هو ارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير الذي أصبح ينعم به الصحفيون والكتاب وهي الحرية المكفولة بنص الميثاق ونص الدستور كما قطعت المكتسبات الإعلامية أشواطا كبيرة وأفرزت الحراك الإعلامي الحقيقي للواقع وتجلى ذلك عبر كشف القصور ومكامن الخطأ وتقييم الخدمات الحكومية وهو ما أدى بشكل ملحوظ إلى تطوير الأداء وجودته على كافة الأصعدة التي تخدم الوطن والمواطن الإعلام هو أحد ركائز الديمقراطية البحرينية التي ترسخت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني وهو جسر العبور للمشروع الإصلاحي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في مملكة البحرين وأشاع المفاهيم الديمقراطية وخلق الرأي العام المؤمن بغايات الإصلاح ومؤسساته الدستورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر